السلام عليكم تابعي دراما سبورت بعد جهد جهيد وبعد ما خلونا نحكي بالسانسا كريتي تم الاتفاق مع تيتا على توقيع العقد وبصراحة ممكن نحن الشعب الوحيد والجمهور الوحيد اللي عم بيناقش أو عم بيتابع أخبار توقيع عقد المدرب أو قيمة العقد ومدة العقد فيك تقول بكل دول العالم بيركزوا أكتر الجمهور بيركز أكتر على المدرب على سيفي المدرب على القيمة الفنية شو ممكن يصير مع المنتخب إلا بسوريا نحن تركيزنا أكتر على موضوع العقد على موضوع الراتب المدرب وكأن نحن دافعين شيء من جيبتنا فالأمر بصراحة يتم تصديره بشكل أو بآخر من قبل اللجنة المؤقتة وتم تصديره حتى من تيتا نفسه لذلك أنا ما بشوف بأن الجمهور مزنب بمتابعة هيك أخبار هو مجبر على متابعة هيك أخبار لأن عم يتم تصدير هذا الخبر بشكل دائم مثل ما حكينا اللي تسبب بهذا الشيء اللجنة المؤقتة تيتا راحوا لكأس العرب من دون توقيع عقد وفتنا بهالزيطة والزنبليطة اللي صارت مستمرة خلال شهر ونص بصراحة منحكي عن نفس الموضوع ما أني ما تقدمنا أبدا بموضوع التحضيرات ولا بموضوع الحديث عن بقية المنتخبات وبالتالي فينا الأول بأن جمهورنا كان ردة فعل ولم يكن الفعل بحد ذاته صدقا حتى أنا كشخص حابب أحكي أكتر عن تحضيرات بقية المنتخبات وضعية منتخبنا من ناحية الفنية بنحكي عن اللاعبين بنحكي عن الطرق اللعب بنستمتع أكتر بكرة القدم بنحكي عن كرة القدم من الشي اللي هلا عم ينحكي عن موضوع العقود والموضوع الأمور الإدارية ممكن حتى الجمهور يعني بشكل عام الجمهور العاشق لكرة القدم ما بيستمتع بهيك أحاديث أنا شخصيا ما بيستمتع يعني موضوع أخبار فقط لا غير ومثل ما حكيت للأسف كنا مضطرين لمتابعة هالأخبار لأن ما في أساس أنك تحكي عن تحضيرات منتخب كوريا الجنوبية والإمارات أو تحكي بشكل عام يعني عن كرة القدم وأنت أساسا ما عندك مدرب مع عقد رسمي وما بتعرف إذا المدرب رح يستمر أو لا فبالتالي الأمور كانت صعبة حاليا فيه نوع من يعني الانفراج أنك تحاول بالفيديوهات القادمة تحكي مواضيع مفيدة شهر ونص نحن عم نحكي مواضيع غير مفيدة للأمانة يعني بحكيها بكل صراحة عموما بعد ما تم الاتفاق فالأمور بخير إن شاء الله قبل ما نفوض بتفاصيل تصريحات تيتا فاليريو رؤية تيتا فاليريو وكل هالأمور بتمنى إذا ما عم توصلك الإشعارات تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك طبعا للناس اللي ما بتعرفها إن الاتفاق تم على ستة أشهر بيدرب فيها تيتا فاليريو المنتخب وتم إلغاء فكر التدريب لمنتخب الشباب والناشئين ومن كل هالأمور والتصريحات والتكهنات والرؤية الغير صحيحة لكرة القدم يعني الحمد لله تم الاتفاق على ستة أشهر وهذا الشيء المناسب بصراحة الشيء المناسب إن تيتا يدرب المنتخب لنهاية التصفيات يعني مباراة الإمارات كوريا الجنوبية العراق ولبنان وعا أساس هالنتائج ومع الاتحاد الجديد ممكن نشوف أما تجديد العقد أو خلاص يعني ابتتا بيروح من دون أي شرق جزائي بالتالي عقد العام أساسا ما كان منطقي لأن أنت كلجنة مؤقتة ما فيك تعطي لمدرب مين ما كان يكون عقد لمدة عام وتجبر الاتحاد الجديد على المدرب ممكن المدرب ما ينجح فبالتالي النتائج هي اللي رح تحدد بقاء تيتا أو رحيل تيتا ممكن إذا قدم أداء وما توفق بالنتائج ممكن حتى يستمر يستمر هذا الشيء يعني أكيد واضح للجميع لكن إذا ما حقق نتائج وما شفنا أداء فبالتالي الاتحاد الجديد رح يكون مرتاح أكتر ورح يكون شغل الاتحاد الجديد ما نوعبثي مثل كل الاتحادات اللي عم توصل فبالتالي الاتفاق اللي تم حول ستة أشهر أنا شايفه هو أكتر اتفاق منطقي ولا تدريب منتخب شباب ولا تدريب منتخب ناشئين ولا نعمل من تيتا شوفير على خط المزة ولا نشتغل بتيتا بيصب الباطن بأوقات الفراغ فبالتالي يعني الأمور المنطقية لازم نحكي بأنها منطقية طبعا والناس اللي دائما عم تسأل عن الراتب وهائي الأمور بصراحة أنا ما بحب ناقشها أبدا يعني ما بيهمني راتب تيتا يعني شو ما أخذ المهم شوف المنتخب بشكل جيد المهم شوف منتخب ممتاز لو بياخد مليون دولار أو بياخد ألف دولار أنا بيهمني المدرب وبيهمني المنتخب يكون جيد عموما راتب تيتا 10 ألاف دولار والكادر الفني ككل رح ياخد 15 ألف دولار شهريا المكافآت هي مرتفعة والمكافآت إذا تأهل منتخبنا لكأس العالم نص مليون دولار لتيتا والكادر الفني و 150 ألف دولار إذا تأهل المنتخب للملحق أنا حاسس أنه حتى يعني فاقدين الأمل من التأهل لكأس العالم فبالتالي يعني 500 ألف دولار فيك تحط مليون كمان ومليونين والأمور عادية وتمشي على كل حال ما حدا بيعرف ممكن تيتا يعمل مفاجئة يتأهل لكأس العالم وقته من وين رح نجيب المص مليون دولار الله أعلم إذا موضوع 10 ألف دولار معفونا نأمن هالمبلغ لكن بظن إذا تأهلنا لكأس العالم رح تفتح عدة مجالات أخرى وممكن تأمين هيك مبلغ بكل سهولة الأمور ما رح تكون صعبة أبدا منروح لتصريحات تيتا رح أختار ثلاث تصريحات ناقش تصريحين والتصريح التالت رح نخليه لفيديو آخر لأنه بيحتاج لنقاش بيحتاج لكلام كبير كلام كتير التصريح الأول اللي حكى فيتي تيتا فاليريو بأن أنا حابب أخذ من مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية أربع نقاط أي أن يعني فايت بهالمبارتين ما نمستعد لأي خسارة ما تحجج بموضوع بعدة مواضيع أنا جديد على المنتخب أنا حابب شوف اللاعبين وضعية الوباء كل هالأمور ما حكى فيها آه الوضع صعب لكن نحن داخلين لمباراة الإمارات وكوريا الجنوبية لتحقيق أربع نقاط هلأ في ناس راح تقول ما أي مدرب ممكن يحكي هذا الكلام بصراحة أنا بحب المدرب اللي بيعطيني نوع من التفاؤل هلأ أنا ما فيني أعطيك تفاؤل إذا المدرب تبعي متشائم فبالتالي إذا شفت المدرب متشائم الشيء طبيعي يكون متشائم مثل المدرب لأن القريب من اللاعبين ما عم بيعطيوهم هاي الثقة اللي ممكن يفوز فيها على الإمارات أو يتعادل فيها مع كوريا الجنوبية أو يتعادل مع الإمارات ويفوز على كوريا الجنوبية كل شيء ممكن كل شيء ممكن حاليا المنتخب بوضع ما نسيئ في لعيبة جيدين في لعيبة بالفورما فينا نعمل شيء الأمور ما نأعجازية ما نأعجازية ممكن تحقيق أي نتيجة إيجابية قدام الإمارات وقدام كوريا الجنوبية لذلك التفاؤل مطلوب من المدرب من اللاعبين اللاعب لازم يكون واسق من نفسه ما يجي للمنتخب ويحس بأن منلعب قدام الإمارات منلعب قدام كوريا الجنوبية وربحنا ربحنا منطلع على الإنستجرام ونقول يعني كنا واسقين من هذا الشيء لا قبل المباراة فوت وانت واسق وانت شايل كل ضغوط العالم وكل تصريحات أو كل حديث الجمهور والضغط الإعلامي وفوت للمباراة حقق الفوز كون واسق من هذا الشيء ما فيه شيء اسمه عدم الثقة بالنفس لعيبتنا حاليا ما في هذا الشيء اللي بيخليك تحس بأن المنتخب قادر للوصول إلى الملحق لكن من خلال تصريحتي تفاليرو بصراحة حبيت حبيت أنه حكى عن أربع نقاط عن إمكانية الفوز عن رغبة بالوصول إلى الملحق أو التأهل حتى لكأس العالم نعم لسه في أمل التصريح الثاني اللي حكى فيه عن إبراهيم عالمة وخالد الحاج عثمان بأن حاليا إبراهيم عالمة بمستوى جيد وممكن حتى يلعب كأساسي بالمباراة القادمة على حساب خالد الحاج عثمان طبعا هون يا شباب ما فينا نحكي أي كلام خيارات المدرب علينا احترام خيارات المدرب بالنهاية هو جاب مدرب من رومانيا مدرب حراس مرمى شاف الحراس شاف مين الأجهز ممكن بالتدريبات إبراهيم عالمة أجهز من خالد الحاج عثمان الله أعلم الشيء الثاني يعني تيتا فاليريو هو حارس قريب من خالد الحاج عثمان وقريب من إبراهيم عالمة بيعرف إمكانيات هالحارسين درب خالد الحاج عثمان لما كان بنادي الاتحاد ودرب إبراهيم عالمة لما كان بنادي الشرطة فبالتالي بيعرف إمكانيات هالحراس بشكل جيد بالنهاية أكيد رح يتحمل مسؤولية القرارات اللي بيتخذها في حال أخطأ أحد الحراس هذا الأمر البديهي ما فيك تحمل اللاعب المسؤولية والمدرب اختاره لحتى يلعب بشكل أساسي هذا الأمر المنطقي طبعاً كمان اللي عجبني بأن تيتا قال لازم إبراهيم عالمي يلعب مع نادي وبالفعل نادي جبلة تم الاتفاق مع إبراهيم عالمي ورح يشارك مع نادي جبلة بالمباريات القادمة فينا نقول إبراهيم عالمي ما غاب إلا مبارتين أو ثلاث مباريات من مباريات الدوري لأساساً تسع عشر جولات ما اللعبت بالتالي التحضيرات فينا نقول جيدة بالنسبة للحراس سواء إبراهيم عالمي أو خالد الحاج عثمان مين ما اختارون تيتا أهلاً وسهلاً نحنا دائماً مع المدرب همشي الحارس يلعب بشكل جيد ما يعمل أخطاء مين ما كان يكون لكن إذا عمل أخطاء فأكيد منحمل المسؤولية للمدرب طبعاً الحديث أو التصريح الأخير اللي حكى فيه عن مارك جرجوس وين ما نمقتنع فيه بالوقت الحاليين ويلعب مع المنتخب الأول هذا التصريح بالذات رح أحكي عنه إن شاء الله بكرة إذا كان للعمر بقية لأنه بيحتاج لشرح فيه عدة تعليقات حتى هاجمتني كشخص رح رد على هات تعليقات ورح رد على تصريح تيتا فاليريو حول هذا الموضوع بالذات بتمنى أعجبكم الفيديو تكونوا بصحة وخير وسلامة